اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استراد الموقف التنفيذي لنشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومتابعة التعاقدات الجارية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية المستهدفة بالمناطق الصناعية والموانئ حيث عرض المهندس محمد يحيى زكي الموقف التشغيلية للشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة موانئ شرقي وغربي بور سعيد والعين السخنة والأدبية إلى جانب استراد الموقف المالي للهيئة وإقامة التدفقات النقضية المتوقعة خلال العام المالي الجاري وكذلك المشروعات الاستثمارية سواء المستقبلية المخططة أو الجاري تنفيذها وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليا استرادها من الخارج خاصة تلك التي تدخل في مكونات الانتاج بهدف تغفيض حجم الاستراد على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناء على تلك الاحتياجات فضلا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذية لشركة إيني الإيطالية للبترول بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والسروة المعدنية بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الشركة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء في إطار متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر وقد أشاد السيد الرئيس بمسيرة التعاون المسمر مع شركة إيني الإيطالية معربا سيادته عن دعمه لاستمرار الشركة في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج أخذا في الاعتبار التزامها الدقيق في تنفيذ مشروعتها والاهتمام الذي تليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي مواجها سيادته بمواصلة التعاون المكسف مع إيني وتزليل أي تعقبات قد تواجه أعمالها من جانبه أرب رئيس شركة إيني عن خالص التقدير والعرفان لسيد الرئيس لموقف مصر الداعم لإيطاليا خلال الفترة العصيبة التي مرت بها منذ اندلاع جائحة كورونا مشيدا في هذا الإطار بالإجراءة الاحترازية الناجحة التي قامت بها الدولة بمواقع مشروعات إنتاج البترول والغاز المختلفة والتي مكنت مصر باستمرار عمل الحقول والإنتاج بطاقتها مؤكدا أن مصر تعد شريكا هاما لنشاط الشركة الإيطالية على مستوى العالم ومن ثم يتطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج خاصة في المنطقة الغربية وأيضا في البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر